السلام عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معاكم احمد نصر من النهاردة بازن الله معانا حلقة جديدة من سلسلة ازاي تتعلم من خلال التطبيقات ولكن قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى منكم ان انتم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوش تعملوا لايك وشير لزمائلكم والنهاردة معانا تطبيق اسمه واحد من افضل التطبيقات اللي انا جربتها وطبعا انا واعملش عن تطبيق الا لما كون استخدمته استفدت منه وفعليا واحد من افضل التطبيقات اللي انا استخدمتها لانه طبعا مدعم من موقع وطبعا الموقع ده عليه العديد من المحادسات بمختلف التوصيات سواء كان في جوجل بلاي او في توصيات كبيرة جدا تخطط الاربعة وسبعة من عشرة على ان التطبيق ده من التطبيقات المحترمة جدا واللي بتقدم او محتوى محترم جدا خلونا نشوف مع بعض شرح التطبيق واول ما بتفتح التطبيق بتلاقي عندك شريط جانبي في مزايا كتير جدا والضامن للتطبيق هو وده طبعا موقع معروف جدا وزي ما قلتلكم هو موقع محترم جدا عليه عديد من المحادسات تقدروا تستفيدوا بها العيب الوحيد في البرنامج هو الاعلانات يعني هتلاقي اعلانات فضيعة جدا عليه وده بسبب قصرة استخدام البرنامج ولكن في ميزة البرنامج ده مقدمة تقدر ان انت تريح آآ بالك من الاعلانات تعمل حاجة ومش مكلفة خالص بواحد دولار يعني كأنك جبت اتنين شربتهم وراحت دماغك من الاعلانات خالص تمام هنا بتعملها وبيبقى البرنامج ليك آآ بيبقى ليك خالص تمام بدون اي اعلانات لاي كتير نقدر نبص عليها عندنا هنا رحلات قصيرة وتنزهات يعني نزه كده الاشخاص بتعملها موضوعات متعلقة بالطعام والاكل العائلة والاصدقاء تحدث عن الاطفال الحياة اليومية الرياضة والموسيقى والاحداث الاعياد في امريكا تمام او الاجهازات في امريكا يعني اللي هم اا احتفالات خاصة كده بيقوموا بيها الطبيعة المدرسة التسوق مناسبات خاصة بعد كنا عندنا دي طبعا مهمة لو حد مهتم بالبيزنس فبالتالي هيروح على دي وهيلاقي فيها حاجات كتير جدا يقدر ان هو يستمع لها وهتفيده جدا جدا. طيب خلونا نشوف حاجة معينة في التطبيق ونفهم بقى التطبيق بيمشي ازاي? اه خلونا كده نشوف مسلا هنا تمام? هنا طبعا زي ما انتم شايفين الاعلانات وشيء يعني متعب وهكزا. هنا المحادسة مقصمة الى اربع اجزاء تمام? يعني اول حاجة استماع تاني حاجة اسئلة تالت حاجة الممارسة. تمام? انه انت تمارس بعد كده اللي هو انت لو عاوز تسجل المحادسة باي طرف من الطرفين بتوقع المحادسة او ممكن تسجلهم بالتنين. وترجع تشوف اللي انت سجلته وتقارن ما بين الصوت الاصلي وصوتك وتحاول ان انت كل مرة تحسن وده بيزود من اه التحسين في النطق وبيخلى عندك ثقة كبيرة جدا في الكلام. طيب خلونا وانت نسمع المحادسة دي بتقول ايه مع بعض كده. المحادسة اشتركوا في القرآن. I agree James It was a stressful work week Have any plans this weekend? Yeah I'm going fishing with my buddies Lucky Do you want to join us? I can't I'm helping my brother move He recently bought a house That's too bad We're going to have beautiful weather too I'm glad we're going to have good weather I don't want to move boxes and furniture in the rain That's true When are you going to be done? I don't know He has a lot of stuff It could be all day Well, if you get done early Why don't you meet us at the lake? Are you going out on a boat? No We're going to fish on the lake shore None of us have a boat My brother has a boat I can ask him if we can borrow it sometime That would be awesome Thanks Well, I'm going to head home now I'm tired Yeah, me too Call me this weekend طبعا في الوطن العرب الخميس والجمعة أجازة وبنكمل بعد كده شغل من السبت الحد الخميس أما عندهم الجمعة آخر يوم عمل عندهم السبت الحد أجازة على ما أعتقد او السبتة اجازة والحد عمل حاجة زي كده. بعد كده عندي بيقول يعني انا متفق معك يا جيمس لقد كان اسبوع شاق من العمل يعني اسبوع فيه شغل جامد جدا. جيمس بيقول له هل هناك اي خطط للمرح او للطرفية في عطلة نهاية الاسبوع? فرده قال له انا زاهب للصيد مع اصدقائي. فرد جيمس بيقول له انت محظوظ. فبيقول له فيل بيرد عليه بيقول له هل انت عاوز تيجي معنا او اي رأيك تيجي معنا? فرده قال له يعني اشترى بيت جديد او هينتقل لبيت جديد. بيقول له انا ما اقدرش انا بساعد اخويا في ان هو هينتقل لبيت الجديد. ففيل بيقول له انه لشيء سيء للغاية. بيقول له احنا هنستمتع بالطقس ايضا او الطقس اليوم ده هيكون جميل او هيكون اه مرح. فرد جيمس بيقول له بيقول له انا مسرور ان احنا هنلاقي طقس جيد. بيقول له انا مش عاوز ان انا اه انقل الاساس والامتعة في المطرة. بيقول له انا عايز الطقس يبقى كويس يعني اللي هو ايه خفيف كده يبقى فيه رياح ومشمس وجميل وهادي عشان نقدر ان احنا اه ننتقل بالامتعة الى البيت الجديد بدون اي متاعب. فرد فيل بيقول له that's true. when are you going to be done? متى ستنتهي من هذا? فرد جيمس بيقول له I don't know. he has a lot of stuff. it could be all day. بيقول له انا معرفش لانه عنده امتعة كتير جدا. وممكن ان هي تاخد اليوم كله. فرد فيل بيقول له well if you get done early why don't you meet us at the lake. بيقول له تمام لو انت حسيت ان انت انتهيت بدري او لو انت انتهيت من العمل ده مبكرا لما لا تأتي وتجتمع معنا بالقرب من البحيرة. بيقول له جيمس بيقول له هل انت زاهب في قارب? او هل انتم زاهبونا في قارب? فقال له فبيقول له لا احنا زهبين زهبين الى ضفة البحيرة يعني هنقعد كده على الشاطئ او الضفة بتاعة البحيرة ونصطاد من عليها لانه مفيش حد منا معايا قارب. فجيمس بيقول له my brother has a boat. I can ask him if we can borrow it sometime. بيقول له حسنا اخي لديه قارب صغير انا ممكن ان نطلب منه ونستعير منه لبعض الوقت. فقال له that would be awesome thanks. بيقول له سيكون الوضع رائع او سيكون شيئا رائع شكرا لك. فرد جيمس بيقول له well I'm going to hit home now I'm tired. فبيقول له تمام. او حسنا انا زاهب الى البيت الان لاني متعب للغاية. فرد بيقول له yeah me too. نعم وانا ايضا call me this weekend if you get done early. بيقول له حسنا وانا ايضا اتصل بي في نهاية الاسبوع اذا انتهيت باكرا مما ستقوم به. اللي هو يعني نقل اغراض اخي. بكده تكون انتهت المحسة وتعالوا نشوف الكوز. كوز بيقول why does James think Phil is lucky. فبيقول Phil is gone fishing. تمام كده. what day of the week is it? friday كانوا في يوم الجمعة وخلاص خلاصوا الشغل فكانوا بتكلموا في اليوم ده. what does James have to do this weekend? help his brother move into his new house. بتعمل check? correct answer. what does James want to borrow from his brother? boat. عشان يذهب ويستطو بي. بعد كده عندك هنا الجزء بتاع ال practice. وانت بتختار لما بتيجي هنا تعمل اه. please choose conversation partner. يعني انت هتختار الشخص اللي انت هتتكلم معاه. يعني وليكن على سبيل المثال. اختارت James. تمام? فانت فانت هتتكلم كأنك Phil اللي هو في الجنب. فوليكن. المحسة مشى كده. hey Phil. I'm so glad. it's friday. انت هترد وتقول. I'm agree. it was a stressful work week. هيرد جيمس يتكلم. بعد كده انت هترد. يبقى ميدي الطرف اللي انت هتتكلم به. هتلاقي المحسة شغالة. طبعا هحاول ان انا اسمع لكم من آآ الجزء الاخر بسبب المايكروفون. فانا مسلا لو اختارت James. فهنحاول نسمع كده مع بعض. hey Phil. I'm so glad it's friday. I agree James. it was a stressful work week. have any plans this weekend? yay. I'm gone fishing with my buddies. lucky. do you want to join us? I can't. I'm helping my brother move. he recently bought a house. that's too bad. we are going to have a beautiful weather today. I'm glad we're going to have good weather. I don't want to move boxes and furniture in the rain. that's true. when are you going to be done? I don't know. he has a lot of stuff. it could be all day. well if you get done early why don't you meet us at the lake? are you going out on a boat? no we are going to fish on the lake shore. none of us have a boat. my brother has a boat. I can ask him if we can borrow it sometime. that would be awesome. thanks. well I'm going to head home now. I'm tired. yeah me too. call me this weekend if you get done early. وبكده تكون خلصة practice. يبقى انت بتسمع الشخص وبترد مكان الشخص الاخر. والعكس ممكن تدوس على وتختار الشخص التاني تتكلم بالكلام اللي هو قال له. يعني انت اللي تبدأ المحادسة. my brother has a boat. I can ask him. او من الاول خالص. hey Phil I'm so glad it's Friday. وهكذا. تيجي طبعا هنا لجزء. انت بقى بتعمل بالشخص اللي انت حابب اه تعمل بي. وليكن مسلا. هنختار نعمل بالشخص مسلا. اه احنا اختارنا هنعمل ونختار بقى عشان نبدأ نعمل بي. وبندوس على دلوقتي هنجرب الميزة اللي عندنا وهي وازاي هنعمل ونشوف المحادسة تمشي ازاي. هنا طبعا المحادسة بتختار انت الطرف من الطرفين وبتبدأ تعمل وبتكمل الجزء الاخر. يعني لو انت مختار هتتكلم على انك ولو انت هتختار هتتكلم على اه على انك وهكذا. تمام? فاحنا هنبدأ بي جيمس ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. ونبدأ ندوس ولكن مجحوظة بسيطة حاول انت تسرع من نطقك عشان تقدر تواكب الرد. لان الرد بيبقى سريع. وانت لازم ان تتكلم بنفس رتن الصرعة اللي موجود مع الشخص التاني. ده كده كان شرح البرنامج بتاعنا. اتمنى ربي يكون الشرح نال اعجابكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعلوا زر الجرس وتعمل لايك وشير لزمائلكم. انتظرونا في فيديوهات جديدة اخرى من نفس السلسلة ازاي تتعلم انجليزي من التطبيقات. نشوفكم على خير. السلام عليكم.